دكتور نايف مطوع غني على التعريف أنا آسف على التأخير السلام عليكم فأنا ما رح أعطيكم إحصائيات ما رح أعطيكم كلام كبير بعطيكم تجربة تجربة صار لها عشرين سنة من ما بيديت أول شركة أسستهني بالكويت ومن الأشياء اللي كان ودي تكون موجودة تعلمتها بطراقات والحين الصندوق موفر تقريبا كلها بعضها لحين ما هو موجود وأنا أكلمكم عن هذا الشيء وشنو ممكن يكون دورها يمكن بعضكم سمع عن قصة 99 بدايتها لآخرتها انقريب بس أنا هاي مو أول شيء سويته والآخر شيء أنا بديت كان عملي 24 سنة بسلسلات قصص أساس شركة نشر كنت مشتاء من العنصرية اللي كانت موجودة عندنا هني بالكويت كنت بيسوي شيء عنها كان عمر 24 سنة وكتبت ورسمت أول كتاب لي ورحت أدور ناشر أولاً اللي يريدك تدفع عشان تنشر على حسابك وهو يملك الملكية الفكرية كان في أشياء بزنس موديلز عجيبة غريبة ما كنت فاهم كثير لكن كنت فاهم أن اللي يسويها بيملكها أنا ما بيحد ثاني يملكها فرحت حق خالي وخالي يعطاني فلوس مقابل دعاية حق مجمعات وكان أعتقد أول كتاب أطفال بالعالم يمول بهالطريقة في دعاية مجمعات نهايتها وقدرت أن أبيع الكتاب بكشك متحرك من معحلة محل القصة كانت اسمح حكاية نطوط الصغير والحين كان في كذا كتاب في السلسلة وأكو واحد رح ينزل عن قريب هذه كانت أول تجربة وصار أكو وظيفة واحدة والوظيفة كانت أنا بروحي عقوبة بتهم سنة وأنا قاعد أدرس في أمريكا صار الـ .com الكل يتمول كل يعمل شركات فأنا وثانا من ربعي قررنا بعمل شركة واحد منهم عند الماجستير قدرت أعمال من هارفرد والثاني محامي وأنا ماجستير علم نفس ومادي سالفة بس تحمست دخلت معهم جمعنا راس مال وارحنا للبحرين وبعين يعطنا مكالمة من الشركة الأم من اللي كنا بنكون شريك لها قالوا أنتم لا تحتاجون ثلاثة أشخاص تحتاجون اثنين واحد منكم لازم يمشي فالذي من هارفرد قال أنا أمشي الثاني قال أنا أمشي قلتهم يعني نحك على منه أنا نفساني وحد الدكتوراما عندي أنا أمشي بس اللي صار هالشركة فشلت مولئنا أنا مشيت كان يبقى في شلت أبتشر لو أنا أضلت بس هالشركة فشلت بس الوحيد اللي يربح من وراء التجربة أنا شلون حين شاء واحد الشباب اللي كانوا معاي كان شاطر وايد كان هو المحامي فهو حمى حقوقنا حتى لو أحد مشانا هم كان رح يكون نسبة شركة لنا أنا كان العشرين بقيمة كانت لي ماهيم اشتغلت ما اشتغلت ما شيت كيف فلما يجعون راس مال عقوبها بسنتين اللي صار إنه كان دونراون كان دوت كوم كراش وكان فلازم يجعون راس مال بسعر أزغر أقل فهيوني بأمريكا ذاك الوقت أنا قاعد أفعل ماجستير دارة أعمال جامعة كولومبيا فقالوا نايف نحن نصير عندنا دايلوشن أو نسبتنا تقلة نحن قاعد نشتغل والمساهمين حاطين فلوس ما يصير ما رايك تترجع للشركة تسعة عشر من العشين مليمي اللي أخذتها من الأسهم فكلمت ساتفتي قالوا مو لازم نسويها كيفك كلمت محامي قالوا مو لازم نسويها كيفك قررت أسويها فلما فشلت الشركة آخر شيء ما كان البيئة المناسبة لها الوحيد اللي كسب أنا ليش كسب؟ كسرت لأن المساهمين عرفوا إن أنا سويت هالشيء فلما إياه وقت تجميع راس مال لتسعة وتسعين نص الفلوس اللي ياتني يات منهم يات من الناس اللي كانوا خسروا بهالشركة فهي فكرة إن الشركة اللي فاشلة معنات اللي وراها فاشل وما رح يقدر جمع راس مال آخر طبع شيء سويته اللي هو العيادة في مركز السور حاليا لانشقال فيها الحين الشركة النشأ أولانية كان بس أنا كان جمسينة وتعلمت الشركة الثانية أموال كانت في البحرين تقريبا عشر موظفين عشر فرص وظيفية التسعة وتسعين لما كان بعض شغلها ابتكرت فوق الألف وظيفة بين أمريكا والهند والكويت وإنقلترا والعيادة فهي تغريبا خمسين موظف يعني لمدة العشرين سنة أنا كشخص واحد ابتكرت فوق الألف وظيفة وقدرت أجمع راس مال تقريبا خمسين مليون دولار حق هالأربع مشاريع طبعا مو بروحي بأموال بس الباجين أنا اللي سويتهم والحين أنا مع الشباب في لجنة التمويل في الصندوق مو لأن أنا شخص دارس هالأشياء لأن أنا شخص سويت هالأشياء وتعلمت وفشلت وما عندي أي معا أتكلم عن عن فشلي لأن كلها تعلمت منها حيث من الأشياء اللي الصندوق قاعد يوفرها عن طريق يا ريت كانت موجودة حزة ما أنا كنت قاعد أشتغل يعني من الأشياء اللي تكلموا عنها هو أن الواحد يكون مستعد نفسيا حق المشاريع أنا صراحة يعني أنا أول مرة وذكرني صراحة يعني بعض الأسئلة هنا شباب قاعد أول مرة تكلمت عن أول كتاب سويته وأنا متحمس عمل 24 سنة وناشرة وعن التعددية وتكلمت عن الأول مرة جدام جمهور جامعة الكويت أول سؤال يعني قال لي هل أن ما في كلمات وايد بالكتاب دليل على عجزك الأدبي أنا بغيت أقول له هل سؤالك يدل على عجزك العقلي؟ بس المهم ما قلت لها شيء كملت بس كانت راقت كانت راقت يعني ما أعرف كيف نتصرف بس فما ما تصرفت ما ما سويت شيء بس لما أنا أجلت بفكرة 99 الآن لازم أنا في ذاك الوقت كان عندي ثلاث ماجيستيرات عندي دكتوراه كان عمل واحد ثلاثين سنة وأنه خلاص طفح الكيل بالنسبة لي أنا طول العمر يريد أن أكون كاتب ولما كنت صغير قلت حق أمي أبوي لما أكبر سأكون كاتب وقال لي نايف هاي هواية ممتازة لا تفكر فيها شغل فأنا كنت شاطر بعثة وراء بعثة وراء بعثة وراء بعثة وراء بعثة وبعين خلاص شبعت عندي شهاداتي قلت حق أبوي بروح سوي كتب مصورة قال لي قلت لك علم النفس بي خليك مينون لماذا درس علم النفس؟ قلت له خلاص بابا لكن ذاك كان وقت ممتاز أن يكون عندي أحد كلمة أحد منتور أحد يرشدني هالناس لقيتهم أنا عقب ولقيتهم يعني يعني واحد كلمتهم شوية عنهم وهم طلعوا من تحت الأرض يعني كان حظي وقت حلو من هالناحيانة جدا جدا حلو حين تأسير شركات بالكويت أوكي ذاك بالكتاب مبرق عندي كتاب كامل يعني أي شيء ممكن يصير غلط راح يصير غلط مو بس الكويت أي مكان بس أقول لكم عني صار معي أنا كتجربة شخصية بالكويت أبدأ معي تسعة وتسعين تسعة وتسعين لما أسست الشركة كان أكون مساهمين غير كويتيين أنا أقول لحق الناس من أكثر الأشياء اللي أنا جدا فخور فيها إن أنا الكويتي الوحيد ضرحت بيروت وطلعت بفلوس هذه أول مرة تصيري بتاريخ الإنسانية العادة العكس إن قلت فلوس هناك بس المساهمين كانوا بعضهم من أمريكا بعضهم من لبنان من مصر إلى آخره لأنه كانوا غير كويتيين داشين بشركة كويتية كان لابد إجراءاتها غير فإحنا الفلوس كانت موجودة من شهر واحد الفين وخمسة الفين واربعة لكن لم أقدر أمسك الفلوس إلى ستة شهر هذه ستة شهر ممكن أن يفلس خلالها الفلوس موجودة شيء ثاني القوانين النشر والإعلام تغيرت بنص مشروعنا صار ما يصير أحد غير كويتي موجود مجلس لدارة طيب شون شركة المملكة حق ناس غير كويتين فضرنا نطلع الشركة بره الكويت الشيء الثالث لما ينقل زيادة راس المال عن طريق بنك إسلامي بسعودية رحت أنا بمراضي وزارة التجارة رحت لهم تقولي المسؤولة تقولي ما يصير هالسعر ليش ما يصير؟ شون سعرته؟ ما يستعطي مخصم شونه خصم؟ تقولي أنت حضرتك محاسب؟ تقولي أنت حضرتك محاسبة؟ فهذا شيء خذ محامي وخذ كذا سبوع على ما قدرنا أن نطوف هذه المرحلة لم يتأسس إعيادتي طلبوا راس المال ليس مشكلة كان شريكي الله يرحمه توفاه كان مرض بدايته ما كان ندري أنه مرض سيكون بهالدرجة الله يرحمه فقلت أنه أنا أكتبت شاك خلاص رحت رحنا نراجعه بشم سبوع قالوا لا ما يصير لازم كل واحد منكم يحول نصر المبلغ من حسابه قلت لهم رجعوا لي شاكي لا ما يصير بالحساب لما أوكي رحنا نحولنا كل واحد نصر من حسابه رجعنا نراجع واحد ثالث لا ما يصير كل واحد فيكم لازم يثبت أنه عنده نصر المبلغ بحسابه نحن أنتم عندكم دبل المبلغ بالحساب شنو بعد زيادة أن واحد يثبته بس كل واحد إجراءه غير تفكير وماكو شي ستاندلد هاي من الأشياء اللي إحنا بس الحين بالنسبة ليش الكلام مهم الجهد على الأقل من ناحية الصندوق أن تأسيس الشركة يكون في خلال ثلاثين يوم إن شاء الله ينجزون هالشي بس هذا رح يساعد على أشياء وايدة لأن أنا كان ممكن مع العيادة دفعنا تقريبا سنة أجارات من غير ما نفتح الأبواب كان ممكن غيرنا يفلس بهالسنة هذه شي ثاني أنا الحين لما بديت أبي هد أنا درس كلية الطب كنت أبي هد لها المراضي لا يصير ماذا وظيفة وحكومية ماذا تهد لا ما يصير فآخر شي سويت خذيت إجازة من الكلية عشان أبتدي الشركة يعني لو صندوق كان موجود بذاك المكان كان ممكن أخذ إجازة ثلاث سنوات معاشي 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 وأقدر أتفرق كليا لشغلي من أكبر المشاكل أقدر أقول لكم يعني كثقافية التي تواجهتني وقت تأسيس شركات خاصة مع 99 لأن هذه الشركة التي جمعت فيها أكثر راسمال الأسئلة ما تدو ديليجنس اللي شي يكون سؤال رغم واحد أنت شمحاط ما حاطش هاي فكرتي أبوك شمحاط شكوا أبوي أوكي يعني هالفكرة يعني أن تغييم الجهد أو تغييم الفكرة أو تغييم الشخص المبادر في المشروع في ذاك الوقت ما كان شي مفهوم وهذه من الأشياء التثقيفية اللي إن شاء الله صندوق كلها علاقة فيها التثقيف مو بس المبادرين بس هما تثقيف المساهمين لأن إحنا بالنهاية بالنهاية أنا قدرت أجمع راس المال بس خلاني وقت وايد أطول من لو فرضا أن كنت بمكان كان ممكن يفهم ثقافة السويت أكوتي أو تقييم الشخص وتقييم الفكرة شي ثاني اللي واجهته وأعتقد يعني كثير منكم ممكن راح يواجهه في وايد في وايد حماس على تغليد الفكرة وال الواحد أن ينافسك على الفكرة من واحد يساعدك بالفكرة وهذه الشي أنا أشوفها يعني أنا مجلس إدارة كده شركة وأشوف هالشي يعني أن أوكي في فرصة أن نستثمر مع هالشخص وفي مجالنا خلنا نستثمر معه أهو قاعد يسوي هالشي لا إحنا نقدر نسويه طب أوكي ممكن نسويه حط معه وخل فلوسك انتحق شي ثاني بس هالفكرة أنا ثقافيا أنني ما أشوف أكثر وأكثر أن أبي أغلد لي موجود ومو أن أبي أقدر يعني أساعد الشخص إنه مجال منتورز هيا شيء مهم بالنسبة لل أذكر كنت رايح سفر على أبو ظبي من عشر سنين كان عمر ثلاثين سنة كنت لابس دجاجة وقطرة إذا كنت تظهر واللحية بيضة واللحية بيضة من العشينات من عمري فأنا قاعد أبي أختم جوازي واحد قاعد يعاكس اللي تختم جوازه الكويتيات فعلتهم تركتهم أجدادنا كان يفهمون أحسن كان يزدوجون من إندونيزيا وباكستان كلام 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 أنا أبي جوازي يختم كان يدور عليه قال لي مو صح عمي قلت لي شنو؟ همكن أول عمي تحوشني بحياتي قلت لي تفاجأت قال لي مو صح شدي أول عمي كنت تساوون شدي قلت لي أنت موالد أي سنة؟ قال لي لا مو قصدي قلت لي أي سنة نحن جوازي بإيدي قال لي سبعين ما أقول له واحدة سبعين عمي بس المهم أن ذاك الوقت كان واحد يتعلم يعني أنا أنا من الناس اللي ساعدوني وايد الشخص اللي راح يتكلم عقود فادي غندور يعني كان كان مو بس قدوة لي كان منتور يعني أنا لما رح تسيق قابلتها الفين واربعة على أول مرة بمكتبة باروماكس ما نساهل ما عرفني أحد قال لي شوف هالشخص راح تقعد معه وما نساهل أنا قاعد ساكت وكذا وعرفني على هذا وظل ظل جزء من حياتي لمدة عشر سنوات يعني يعني كل محتة شيء كان موجود و راح أرجع لنا على آخر شيء بس الشيء الثاني اللي ممكن يساعد من ناحية بالنسبة للصندوق الوطني إن الجوائز والحوافز اللي موجودة يعني أنا أنا عرفت ليش أنا عرفت للناس بالبداية قمت أقدم على جوائز يعني ما كان عندي كتاب هالي صغير ما البونسي اللي كتبته ورسمته وقالوا لي عجز أدبي ماش المسخروني بالجامعة الكويت هذا الثالث جائزة من يونسكو تمام؟ بالتسامح أنا عمي 24 سنة فهذا اللي فتحني للعالم وفتح للناس أني عارفون شغلي من الأشياء اللي لازم تنحل وهذه ما العلاقة للطندوق الوطني فيها لازم لازم القانون يتنفذ اللي هو الملكية الفكرية يعني بالنهاية أنا كشخص إذا أنت تبي تحفزني أنا أهد وظيفتي الحكومية وأنه يشتغل لازم رغو واحد أن أملك معظم الشغل اللي قاعد يصير وهذا ممكن عن طريق الاسوات أكوتي هذا يعطي بإيد الصندوق الوطني بس الشي اللي مو بإيدهم وهو بوقت الأفكار اللي يعيني عينك أنا أقدر أقول لكم أنا أخوي من الناس اللي أسسه شركة بروي تشوفون الآن بالأفنيوز الآخر هي بروي لما طلعوا كان الادفرتيزن كامبين ما لهم مليون دولار خلال ستة شهر تحت مدرسة بروي بصباح السالم باللوغو بالألوان ما لا علاقة فيهم تمام؟ حين مروا بجابريا بطريقة كلية الطب تشوفون محل فروزن مال الألعاب شفتوا فروزن ماكو مال ديزني بيوتفول ديزني ما لهم علاقة إذا الكويت تخلي الناس يبقون الأفكار بهالطريقة عيني عينك من غير محاكمة فماكو بيئة لأي مشاريع مافي لأنني لماذا أهد وظيفتي وأشتغل ولماذا أساهم مع أحد ممكن تنباك فكرته لماذا؟ لماذا؟ وظيفة الحكومية لماذا أشتغل هذا يعني لا يجب أن تصدق أن يحاولون أن يجعلون الحكومة تنتبه شوية أكثر القانون موجود لكن يجب أن ينفذ لأن غير تنفيذ هذا الشيء أخليكم قلت لكم قصة بالمطار برد أنا على فادي الذي سأتكلم مع عقبي فادي قلت لأيك عقب الغد أنا سأكون القهوة وأنت أكون الحلو ما خالف لكن في 2010 كنت متوهج كنت متوهج حال لأن كان هناك أحد المساهمين من اللي كان بيدش معنا يعني كنت أحتاج 12 مليون دولار حق 99 حق آخر سيريز التمويل فأنا عندي جربت كل شيء وصلت 4.5 مليون خلاص ما في فلوس بالماركت كلام 2009 الحين وملكية فكرية مو شيء ممكن أحد يشوفها يمسكها فا فا يا وناس قالوا نحن نضع ثمان ملايين ثمانية واربع ونص اثنى عشر ونص ممتاز أكثر من اللي حتاجة قالوا لا 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 لازم جمع خمسة عشر قلت له ما ما فعله خمسة عشر يعني خلاص ما حتى كلم فادي قلت لدي نص مليون دولار بظرف ارامكس ما قصر ما تذهب ارامكس بس أن وصلت الاربعة عشر فاصلة ثنين مليون دولار يعني ما بقى شيء خلاص ست سابع ماذا نتقون عليه شاهدوا انه قربت على خمسة عشر مليون قالوا سوري العائلة بتحطوصها مكان ثاني يعني واي طولت شووي طولت لعاد ناس اخذوا ست أشهر أنا بست سابع وبواصب حينانا توهقت لأن كل الكل متوقع ان هم اللي يدرشون فسعر سهم معاهم أنا عندي كاش كفاية حتى تتشر ويقوع ماذا نتقوم كنت في من الجهات الكرمتني للمؤتد الإقصاد العالمي دابوس فكنت في أحد الاجتماعات شفت أحد عرفني عليه فادي هو الأول مرة كان رئيس منس دارة شركة أبراج كابتل في دبي وما قصر معي فادي عرفني عليه 2004 وردوني لأنا ما كانوا يضعون فلوس بستارت اوبس وردوني 2007 لأنه ما كانوا يدشون كشخص الثاني دائماً هم الأول أو ما يدشون يعني هم اللي لازم كنترولهم فالحين 2010 وانا متواهق وما ديش ما أسوي ريار ردني مرتين يعني قلت أجرب طريقة ثانية فرحت لكامعة ربعة قلت لفلان سمعت تأيتني طيارة خاصة صحيح الكلام ماذا؟ قال لي إيه ليش؟ قلت لأ يمكن سؤال محرج بس تردفني معك؟ قال لأنت ما تعيش في دبي؟ قلت لأعيش بالكويت كلها ساعة دبر حالي قال لي أوكي كم فكان عندي أهوة مع فريقة طيارتهم الخاصة ما عندهم مكان يروح من غير براشوت ثمان ساعات واستلمت معي كنتم معي مجالات وآخر شيء هم اللي استثمروا لفلوسك اللي نحتاجها وساعدتنا وايد نكمل شغلنا ونوصل اللي وصلنا فأنا كنت بشارككم بس بتجربتي وأقول لكم أنه يعني لو ثلاثة لو لو نص المبادرات الموجودة المصدوق الوطني كانت موجودة لما أنا كنت بادي من عشرين سنة كان 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 حياتي ممكن وايد كان عندي مصعوبات أخرى لأنها ممعناتها راح تنمحي مصعوبات المبادر بس صعوبات تكون أخرى يعني حين باچر بس سوي دعاية حق صاحبي حبيب بالنسبة للمكس المنتر باچر أنا حكون واحد للمنترز اللي موجودين دوري أنا أكون عمي وساعد اللي عنده أفكار رديدة و... ف... 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 فأنا يعني بكل شرف أن كل شخص يتكلم قبل فادي فادي was the wind beneath my superhero's capes so thank you very much شكرا 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 شكرا